أنا من وجهة نظري دان بعض أفكر فيها واحد من الأسباب الرئيسية للتخوف من قصة أن يبقى في حد في البيت أو في حد من الاصحاب عنده اضطراب نفسي ومتخوف جدا ياخد الخطوة دي هو الغياب العلم غياب المعلومات عن هو إيه الطب النفسي زي ما أنت قلت هو أحدث مولود في مواليد الطب كلها هو جديد جدا لو قرن نابل بطنة ولا الجراحة ولا ولا هو الطفل الصغير خالص فبالتالي معلوماتنا عنه معلومات صغيرة جدا زي ما كنا بنقول في الأول فأنا أظن أن من خلال برنامج زي ده ومن خلال توعية زي دي عن هو إيه اللي بيحصل في عيات الدكتور أنا لما خبط كده وخش على الدكتور هيقول لي إيه هيسألني إيه هيفهم فعلا أنا أبعاني من إيه طب أنا عندي مشكلة هو يعرف يحلالي أنا عندي مشكلة أنا محتاج دكتور ولا أنا محتاج واحد صحبي طب هيقول لي اكتئاب زي ما كل الناس قالتلي طب هيكتب لي ده على طول ولا هيسمعني ممكن فعلا فيه نقص في المعلومات شوية عن الأمراض النفسية وفيه ناس كتير ما تعرفش أنه فيه اختبارات الطبيب النفسي بيعملها للمريض علشان يعرف درجة اتزانه أو درجة هل هو مريض نفسي أو متزن أو لا فخلينا نعرف من حضرتك إيه الاختبارات التي بتعملها على المريض علشان تعرف درجة اتزانه أو هو عنده مشكلة نفسية ولا لا يلا بينا تعالي ناخدها كرحلة في البني آدم اللي بيقرر أن ياخد هذه الخطوة لو هو حاس أن عنده مشكلة أو خدت حد من أسرتي وروحت للدكتور هيحصل إيه في الرحلة دي البداية وأهم حاجة في القصة هي التقييم كلما كان التقييم دقيق وكلما كان الطبيب دخل فيه كل التفاصيل خلال التقييم غالبا الخطة اللي هيحطها بتاعت العلاج هتبقى خطة نجحة من وجهة نظري كلما أخد وقتي مع البني آدم في التقييم وكلما أوصل لكل تفصيل أنا بهذره بقول للناس بابعمل زي الديتكتب بابعمل زي المخبر اللي داخل بيدور على كل معلومة هنا وهنا كتير أمشي في رحلتي مع البني آدم في خطة العلاج واكتشف أني كنت متأخر شوية لأن آه ده أنا محتاجة أرجع على حاجة في التقييم فأنا فاتتني حتة صغيرة هتزود لي معلوماتي فهو التقييم هو المفتاح الأساسي بتها القصة التقييم ده بيحصل عن طريق أنه لما بعض مع أي بني آدم جاي بيقول لي أنا عندي وجع نفسي أنا عندي مشكلة ببتدي أفهم منه البداية هي أن أنا أفهم منه إيه المعاناة بتاعته بسأله أسئلة وبيعض يشرح لي باسترسال عن المشكلة إيه المعاناة إيه أنا عندي تعب شديد أنا عندي حزن جديد أنا نشاطي ما بقاش هو أنا فت في القصة الفلانية ويبتدي يشرح لي المعاناة بتاعته أنا كطبيب دوري أن أنا أخذ الكلام ده كله وبحوله في دماغي إلى أعراض ومن هنا بتبدأ القصة زي ما علمونا العراض جنب العراض يعمل مرض فأنا لما هرص الأعراض بالشكل الفلاني هقدر أتوصل البرزنتيشن بتاعت البني آدم ده الأعراض بتاعته دي دي بتغششني أنه مرض فهتقولي لي هو أنتو عندكو أمراض مش هو كله في الآخر بيبعمل زي الاكتئاب مش هي أغلب الناس بتيجي عشان حزينة ولا مكتئبة يعني موظم الناس فهمة كده دي واحدة من أكبر المفاهم المغلوطة أن القصة كلها اكتئاب اكتئاب ده من الألفاظ اللي أنا لو هتطلع من بقي مش قدر أقولك بابا حذر إزاي لأن هو مختلف هو ده الشائع في زهن الناس ده درجة أن الناس بتيجي ساعات تديني المعاناة بتاعتها والأعراض بتاعتها واخدى الشكل بتاعه من كتر ما كل الناس فهم أن دي قصة بعد ما الناس بتديني التوليفة بتاعت المعاناة بتاعتها وأنا بحولها الأعراض ببتدي أخد منه التسلسل الزمني لأن التسلسل الزمني بيفرق عندي جدا في النوبات اللي هو فات فيها قبل كده لو كان فات في نوبات أو ابتدينا من إمتى وعلاقتها بالمسببات وهنا المسببات بتتقسم في دماغي لكذا مسبب مسببات مكملة معايا وأقدر أعالجها ولا مش أقدر أعالجها ومسببات حدى وخلصت وخلاص وعدنا بيها هنتقل بعد كده أن أنا هبتدي أفهم من البني أدم اللي جايلي بيعاني لتفاصيل مهمة جدا بيولوجية زي مثلا النوم بتاعه والنوم ده بيبقى مفتاح أساسي لي أن أنا أشخص به البني أدم اللي عنده مشكلة في أنه يخش في النوم غير البني أدم اللي نومه متقطع غير البني أدم اللي بيسحى بدري غير المراهق اللي نايم نوم طويل طول النهار ومتأخر وما إلى ذلك البني أدمين أول ما بخلص الكشف المبدأي بتاعي وببتدي أقول لهم طيب هنحتاج نعمل اختبارات عشان تساعدني بيبقى في عادة نظرة زهول على وشهم اختبارات أو أنتوا في الطب النفسي فيه اختبارات أو لما بتدي أطلب منهم أن إحنا محتاجين نعمل تحليل أو أنتوا عندكم في الطب النفسي تحليل الإجابة نعم ودي من المفاهيم المغلوطة برضو الشهيرة مجموعات اختبارات كتير أهمها وعلى رأسها الاختبارات اللي بتقسلي سمات في الشخصية وبتغششني حاجات كتيرة مش بعرف أجبها بسهولة من البني أدم البني أدم ده بيتعامل مع المشاكل في حياته ازاي بيخش في علاقاته ازاي رؤيته لنفسه بيحط قدي تحت السجادة وهو ماشي في الدنيا ومش بيبقى واعي للعالم الداخلي بتاعه إيه اللي مخوفه إيه اللي قاله اختبارات تانية بتبقى مهمة جدا بتعرفني عن حالة المخ ودي من أحدث الاختبارات اللي في الطب النفسي بتعرفني العضو الجميل اللي أنا بعالجه ده أخباره إيه من الضغط النفسي اللي هو محطوط فيه بسبب الاضطراب لسه قادر يتعامل ويتكيف لسه قادر يبقى فيه عنده انتباه وذاكرة وبتبقى مهمة جدا في الشباب الصغيرين نظرا لأنه كتير بيبقى عنده الاضطرابات بتاعة الضعف اللي انتباه بتبقى مهمة جدا في كبار اللي عدى 55 سنة عشان أعرف الزاكرة أخبارها إيه النهاردة من كلامي هتبتي تفهمي قد إيه إحنا بنعالج هذا العضو إحنا مش بنعالج نفسية هائمة جوه البني آدم ولا روح لا الروح دي بتاعت ربنا ودي علاجها علاج روحي وعالاج ديني أنا بعالج العضو ده أنا بعالج الاضطرابات بتاعته